اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين انقرة تفرض رسوما جمركية على واردات امريكية وتسعى لترميم العلاقة مع الاتحاد الاوروبي حلب تتعافى تدريجيا وفتح الطرق المؤدية اليها ينعش حركة المرور والشحن اهلا بكم زادت تركيا الرسوم الجمركية على واردات امريكية منها السيارات التبغ مساحيق التجميل وبعض انواع المشروبات ورفع المرسوم الذي وقعه الرئيس رجب طي بردغان الرسوم على السيارات 120% وعلى المشروبات الكحولية 140% وعلى التبغ 60% وزادت الرسوم ايضا على سلع منها الارز والفحم نائب الرئيس التركي فؤاد اوكتاي وفي تغريدة له عبر توتر قال ان رسوم استيراد بعض المنتجات رفعت في اطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للادارة الامريكية على اقتصاد بلاده صعدت الليرة التركية بنسبة 6% الى اقل من 6 ليرات مقابل الدولار منعومة بخطوة اتخذتها الهيئة المعنية برقابة القطاع المصرفي بخصوص صفقات المبادلة وبتوقعات بتحسن العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا وفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهوت الى ادنى مستوى على الاطلاق عند 7 ليرات و24 قرشا للدولار بفعل مخاوفة من دعوات الرئيس التركي الى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة نبقى في تركيا حيث اعلنت وزارة المالية ان الموازنة اظهرت فائضا قدره 182 مليون و540 ألف دولار في شهر تموز يوليو الماضي وتشير ميزانية الشهر الماضي الى تحقيق فائض اولي يستبعد مدفوعات الفائدة بلغ مليارا و521 مليون دولار فيما بلغ عز الموازنة 7 مليارات و375 مليون دولار في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي كشف وزير النقل السوري علي حمود للميادين عن العمل على طريق يربط الساحل السوري بالعراق كي يكون اساسيا في عمليات اعادة اعمار سوريا والعراق واعادة تنشيط الحركة التجارية بين سوريا وبقية البلدان العربية ولسيما مع العراق والاردن لما لذلك من فوائد اقتصادية نحن نعمل حاليا على ايصال الطريق من الساحل السوري وحتى العراق لكي يكون هذا الطريق هو اساس في نقل البضائع من اوروبا الى الساحل السوري ومنه الى العراق واعمار سوريا والعراق وكذلك لدينا خطة لتنفيذ طريق من شمال سوريا الى جنوبها ليكون في المستقبل للربط بين اوروبا والدول الخليج العربي وحتى دول شرق المتوسط من ضمن هذا الطريق سيكون هو معبر نصيب والطريق الواصل الى الاردن ونحن كما تعلمون قمنا بتجهيز الاسعافي لهذا الطريق ليكون جاهز عند انتهاء من الدراسة التي تتم بين الجانبين حاليا بعد عاما ونصفا على تحرير حلب تعود الحركة تدريجيا الى شوارع المدينة والطرق المؤدية اليها وبانتظار فتح الطريق الدولي بين حلب ودمشق اي بين العاصمتين الاقتصادية والسياسية تعود الحياة تدريجيا الى سائر الطرق السريعة التي تعد شريانا تجاريا يعول عليه لتنشيط الحركة الاقتصادية عاد سائق الشاحنات الى عملهم المعتاد مع عودة الامن والامان الى الطرقات المؤدية الى حلب العاصمة الصناعية لسوريا تتعافى ببطء شديد لكن وطيرة التعافي قد تتسارع في الاسابيع المقبلة بعد صيانة وترميم الطرق المؤدية الى حلب ولسيما الخط الذي يصل المدينة بالحدود مع العراق مرورا بالرقة ودير الزور أسترات حلب الرقة قمنا بالكشف على هذا الطريق وتم أعداد كشوف تقديري لسانتو وصيانة الجسور بكلفة تقريبا مليارين ليرا سوري قمنا بإنجاز جزء من هذه الصيانة من هذه المبلغ في حدود 70 مليون ليرا سوري قمنا بصيانة جزء من الطريق الرئيسي حتى بطول 150 كم ورشات تقوم برشات حاليا بصيانة الجزء الأخير من هذا الأسترات إنجاز المرحلة الأولى من الصيانة والترميم كان كافيا لتنشيط حركة المرور شركة النقل والشحن شهدت تدفق المواطنين الرغبين في العودة إلى بيوتهم وأعمالهم لتفقدها أو للاستقرار فيها من جديد خلال فترة 2017 من واحد ننقود من واحد واحد 2017 لمتل اليومي 15-8 كان عندنا ما يقارب الـ 5000 آلية بقيمة تقديرية تقريبا بالـ 45 طون للآلية أما الآن من واحد واحد 2018 لـ 15-8 صار عندنا فوق الـ 7000-8000 آلية تقوم بالنقل صار عندنا هلأ لمدينة الحسكة التي تحررت من فترة قريبة صار عندنا يقنين ما يقارب 300 سيارة خلال فترة أقل من شهر هذا كله طبعا بجهود متكاملة من المواطن ومن وزارة النقل ومن السائق تكامل الجهود أعاد الحياة إلى جزء من المدينة ويترقب المواطنون إعادة فتح طريق السريع بين حلبة ودمشق والطريق المؤدي إلى الحدود السورية التركية شمالا لعله يلعب دورا أكبر في المبادلات التجارية ونقل الإمدادات التي يحتاج إليها المواطنون إلى جانب تسهيل عودة النازحين إلى بلداتهم وضعت السلطات السورية في إطار خطتها لجذب ودائع بالعملة الأجنبية شروطا لشهادات إداع جديدة ما يمكن المصارف التجارية من وضع فائد النقد الأجنبي في شهادات إداع لدى المصرف المركزي وحدد البيان أجال شهادات الإداع بما يراوح بين أسبوع وعامين بحد أدنى يبلغ مليون دولار أو مليون يورو ولم تذكر أسعار الفائدة على تلك الشهادات ويأمل المركزي السوري من خلال هذه الشهادات جذب الودائع السورية في الخارج والمحافظة على الودائع المحلية سيشارك وزير النفط الإيراني بيجين زنجاني في اجتماع لجنة المراقبة الوزرية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين التي تتولى مراقبة مستوى الالتزام بالإلتاج وبحسب ما ذكرت وكالة الطلبة للأنباء الإيرانية فأن الاجتماع النفطية سيعقد في الجزائر في شهر أيلول سبتمبر المقبل قبل ستة أسابيع من سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني ويهدف وزير النفط الإيراني من خلال مشاركة هذه إلى المحافظة على حصة بلاده في سوق النفط العالمي تقرير سري لمركز الدراسات السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية يوصي بأفضلية تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر بدلا من تركيا وكشف موقع يدعوت أحرنوت أن التقرير يحدد المسار المصري كمسار مفضل لما فيه من مميزات اقتصادية وسياسية واستراتيجية ويصف تركيا باللعب الخطر والمتقلب ويذكر التقرير أن تأخر الجانب اللبناني في البدء بأعمال التنقيب يدفع إلى التفاؤل بإمكانية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى خارج منطقة البحر المتوسط يزداد اعتماد سكان قطاع غزة على الطاقة الشمسية البديلة للتغلب على انقطاع التيار الكهربائي وتقليل الاعتماد على إسرائيل لنا شهين من غزة بالشمس يلوذ الغزوي بعد أن اكتوى بنيران الحصار الإسرائيلي على مدار سنوات ألواح زجاجية وبطاريات شكلت بداية التمرد على أزمة الطاقة رغم كل المعوقات فأربع ساعات فقط في اليوم هي نصيب ابن غزة من الكهرباء يحصل عليها من محطة توليد الطاقة ومن خطوط استجرار الكهرباء من إسرائيل ومصر أربع ساعات تعادل ثلث حاجة القطاع من أصل 600 ميجاوات وتمثل الطاقة الشمسية خياراً بديلاً وملاذاً لعدد من المحاصرين التكلفة ليست قليلة لكن النتيجة كبيرة أغلب القطاع يتم استرادها من الصين عادة عن أن بعض المشاريع الدولية ممكن تطلب مواصفات أعلى فممكن يكون استرادها من ألمانيا من السويسرا بحدود الألف دولار يشغلوه الإنارة مع التلفزيون مع هوايا الإقبال على استخدام الطاقة الشمسية يتزايد بالطراض فإلى أربعة أضعاف ارتفع عدد الألواح التي بيعت خلال أربع سنوات ولتشجيع المواطني اعتمد نظام التقصيد فضلاً عمّاً يمد يد العوني للمحتاجين هاي بيساعدني في عندي زوجي مريض يعني بيحتاج أنه مثلاً عنده بده إضاءة عن مروحة شغال عنده أكل بده خاص يعني فيه بعدين بالنسبة له بده فرشة طبية عساس أنه ما بتحرك وعندي طلاب جامعة اثنين في الجامعة بيحتاجوا أنهم يعني دراستهم في الليل برضو عندي ابني عنده حساسي وربو بيحتاج الجهاز تبخير أكبر حقل للطاقة الشمسية في قطاع غزة ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وهو كفيل بتشغيل محطة تحلية مياه البحر في المنطقة الجنوبية حيث يوفر نصف ميجاوات يومياً أما سنوياً فالطبيعة تقف في صف الغزاوي فعلى مدار 320 يوماً تسطع الشمس ورغم ذلك تعيق مزاجية الاحتلال في غالب الأحيان عملية استيراد المستلزمات من الألواح الشمسية والبطاريات لانا شهين غزة أعلم يدين تراجعت أسعار النفط العالمية بفعل ضعف الأفاق الاقتصادية العالمية وتقرير أشار إلى زيادة مخزونات الخام الأمريكية بالرغم من أن العقوبات الأمريكية على طهران تنذر بتقليص إمدادات الخام الإيرانية وسجلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت انقفاضاً يوم الأربعاء قدره 50 سنة لتصل لنحو 72 دولاراً للبرميل وتراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي الخفيف 55 سنة إلى 66 دولاراً و 49 سنة للبرميل الواحد يحجم مستوردون نفط في الصين عن شراء الخام الأمريكي وفق ما تظهر البيانات الإحصائية وبيانات رصد السفن وأظهرت البيانات أيضاً عدم تحميل أي ناقلة نفط خام من الولايات المتحدة إلى الصين منذ بداية آب أغسطس مقارنة بنحو 300 ألف برميل كل يوم في حزيران يونيو ويعتقد محللون أن الصين تخشى من تحوض النفط إلى وسيلة للمساومة في ظل النزاع التجاري القائم بينها وبين الولايات المتحدة هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية أشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر